رجعنا من جديد في سبور ميكس حتى نصفنا ونصف مكمليين مع مختل دبوس طرق العبدالي كريم العواري وعبدالرزيق ديليس عبدالرزيق بديك حكيت عن انتخابات قتلك نرجع لك يبدو لي ناوي تتقدم للجامعة ولا مزيل شوي أنت والوضع الاستراتيجي الزمني معنا من هنا الجنفي اليوم نقرأ في حاجة مثلا والله هي فم شخصية ثقيلة باش تتقدم للانتخابات الجامعة تونسية كرة تقدم قداش يوزن هذا مئة وعشرين مئة وثلاثين كيلو معانتها شخصية ثقيلة الناس هدي التسوق للانتخابات يراهم ناسين حاجة يراهوا الانتخابات مجرمش تدخلها شخصية هكا بيرزة مثلا حاجة اكسترار دينير من نجم تجيبها سواترة يجب تدخل معك مجموعة هائلة من الاشخاص اللي عندهم فيك ثقة اللي نجم تتواصل معهم من الشخصيات الرياضية مش اللي عنده فلوس ولا يواحد باعه من ثلاثة مئة ولا رمائة مليون زيتون وشدها كجامعية يقرب يحب يتقدم الانتخابات الرابط الوطنية للهويت ولا الرابط الوطنية من نجمش ينجحوا إذن الوضع الحالي الوضع الحالي لخيكي ما يشجر حتى واحد باش يتقدم الانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم إلا من كان طامعا لهدف معين الناس اللي تنجم تقدم لكرة القدم التونسية هم الناس المطلعين على الوضع الحالي لكرة القدم التونسية والوضع السابق للجامعة التونسية لكرة القدم ولوضع الكرة نعطيك مثال نظام المسابقات في الكرة في كرة القدم التونسية خنايا لازم نعمل دو بول مثلا سابقا تواعمل بول واحدة فيها 16 هلان البطولة التونسية باش تقدم وتخرج ملاعبية لازمتها بطولة بستاشن جامعية هاو نشوفوا الالتكنيسيين كلنا مانيشان تكنيسيين برا شوفوا المديرين الفنيين وبررا شوفوا الممرنين تقول لك راه كورت قدمة تونسية به كتاب دا عندها 14 وخارق العادة كتاب دا عندها 12 هلور شكون هم اللي يسوقوا في 16 و 18 هم الناس اللي كانت مثلا لانه واصف هو اللي مشاه تحية للاستاذ واصف جليل هو اللي مشاه في الطريق هدا بشير بح جامعيات بش تصوتوا في انتخابات واشياء اخرى لا يسعوا المجال لذكرها لانه لانه في اطار وسائل الاعلام اما اذا ما سؤلته فاني يجيب معتم اذا انا باش نترشح منيش اذا كان باش نترشح منيش بش ترشح وحدي ويلزم قامات معايا وربما اكون رأسهم لاني اقدمهم او اكثر اطلاعا منهم مش لخطرني خير منهم الفكرة الثانية لن نترك لن نترك هوا المرة الثالثة نقولها لن نترك ايا كان يتقدم الانتخابات الجامعة تونسية الكورت قدم لغاية في نفس يعقوب سياسية كانت او مالا او سمسرة وانا نأعي ما اقول راه رأوا الهدم اسهل من البناء تقدم انت انتخابات نقدم لك اي واحد اخر يأكل منك اصوات وانطيحك سيهل الى حكاية اذا كانت تعرف الانتخابات اما جاي ولا يريني شخصية وعندي كرافات وجي كلك مليون دينار ونحب نتقدم ونريني لعبة كوري سافرين دير هات شي تعرف تسير انت تعرف تقطر اه منتخبات اه اطرت منتخبات اشن هو الازمة لتعيشها المنتخب الوطني الحالي ليه ممرن لممرني لخطر فماشا حتى التعطير تتلفز على البنك ما تلقى حتى مسؤول فيديرالي بخلاف سي كاميل سي كاميل رأوا رئيس عنده مهام اخرى معت التعطير حول المنتخب وانت كنت تلعف المنتخب وكم من اداري حولك وكم من ممرن حولك وكم من مدلك حولك وكم من طبيب حولك باش تنجم توصل الهدف معين فما حتى شي اذا راهوا الاداري والمسؤول داخل الهياك الرياضية التجربة والثيقة ونظفت اليد اذا كان ما عندكش هادومة ثلاثة ماذا بيك توخر تالي شوية وتخلي الفرصة لغيرك والون توراج طبعا المحيط المحيط ده كنت تحكي على المحيط تنجح في الانتخابية ترك نجم تكون انت رئيس الجامعة اللي بش يجيين بعد ونكون انا صاحبك الان نجم نظرك ولا ش تكون صاحبي لا نجم نجم نكون نحب نتقرب من خليك الصاحبي انا ما خليك الصاحبي مش مضرورة انت تبيعة الناس انا الناس يقولوا فلان الفلان يا صعيب برشا صعيب التعامل معه نحكي على روحيا سيدي انا اتعلمت وقريت على ناس معاينين محدين بكار سين منصف فضيلي جنرال الشتالي وانا رئيس رابطة وطنية الهوات في الفين وستة حتى الفين وخمسة حتى الفين وثمانية والفين وتسعة انا كنت نقرع الناس هذومة انا اسست صحبة الاستاذ منصف فضيلي وما ذكرتهم المحكمة الرياضية والتعديت بتجربة المحكمة الرياضية انا وقت لقيت انه الفراغ يجب انه باش نوخر التالي لانه ما تماش حتى اضافة نجمة تقدمها في تواجد شردمة من السماسرة حول الرئيس السابق لجامعة تونسي بي كورت قدم بد لاني ما نجمش نتواصل معه ووقتي كان لازم اني نقدم للمنتخب الوطني الاواصل او للمنتخبات قدمت تجربة وكانت تجربة ناجحة وجميع القرارات التي اتخذتها صلبة الرابطة الوطنية المحترفة كانت قرارات في اثنيتها وفي اثنيتها ومعانتها وما ظلمتش الجامعيات ووقتي حسيت انه جامعية ظلمت قلت على العلن رهي جامعية حاولوا ابعادها على بطولة الموسم الفارض ووجي نريا ما جنريا ما كاشي وجي باون دو ديرسة حطرهما الناس هذوما فتران فترات فام شخص معين حب جامعية اخرى تحب تهز البطولة اللي فت زعم زعم احكي لنا اكثر وضوح. لا لا ما نحكي لكش الوضوح. بيز. ما نفتغل الموضوع تاسع. لا لا. لا حكيت عالترجي انتي وقتها عام ناول. حكيت عالترجي. اه. اه. نحب نعود لك مع انت. ام. نعود لك نقول لك راود ترجي عام ناول. موخاتك يتحكي وما تسميش. ما اتكي انه نجم اللي اسمع فينا يقولنا كلام في الهوية. ذكرتها سابقا. ونعود ها تحب نذكرها حاليا. الترجي. نحكي عالشخص نحكي عالشخص. لا شخص لا ابدا. هذي الفصل ارب وخمسين مزال قايم. بعد اسقاط فصل ارب وخمسين نحكي مع موخامي حاتذي. لا لا الاستاذ هو بحضور الاستاذ. ما نجمش نذكر شخص. انا نقول راهوة ذا. حاول انه يبعد الترجي على الفوز بالبطولة. مش من الفوز البطولة. مش من اجل اللي اتوال ولي اللي كليب افريكان. ما حويش اخر. اما ان شاء الله اعيدك عند تنقيح الفصل الارب وخمسين ساذكروه شخص هذا كشنو عمل وكيفيش. فقط بلاي مختار لحظ. اللي ذكرتم مع اسلام. هاي. ارب وخمسين وزيدها ارب وخمسين. وضربها في الارب وخمسين. وضربها في الزيدها ارب وخمسين. وشو فقط نعترر من الدكتور محسن ترابلسي. ما عادش هو رئيس تحالف. بالحسن بن عمارة هو رئيس تحالف. محسن ترابلسي هو رئيس ترابلسي ورئيس سوسيوس. طبعا متعني الافريق. اه بيه. الكريم اه في ذن الكلام كنتما فيه من عانسي عبدالرزاق. اه اه والازمة المالية متع النوادي. ملاعبية مثلا تازوس في رقة في الاسبوع متع رجوع البوت ولم غارفين اليوم الاتحاد بن غردان مذر ربع يام. ولاتحاد المناستيري البالي احنا محال لبس يرجعوا اليوم. طبن فرض شوية الاشكال. وينجموا نوصل بكورتنا الهنا. ما مش توصل ما عندك وين توصل. اليوم كان المشاكل هذي مش جديدة. اه انتي تعرف العوام الاخرى وحكينا هنا احنا قبل المال ولا قوام العمال. عندك فلوس. مش نجم تمشي لبعيد. راك بش تمشي. ما عندك فلوس راك ما عندك وين بس توصل. اليجو بجيكتيف ديما في الكورة تبدلت برش اسلام. قطر ولينا طوي كان نحكيه انا الحق متعربي ما انا يمكن هذي ثاني مرة حضرت معك ولا ثالث مرة. وليت نتمنى كنجي نحكيه كورة. مم. ولينا نحكيه برش عاليزيكسترا. صرتو جوارات ولا مسؤولين ولا كل شي وانا قلت لك من مرة اللي فاتت اللي البطولة المحترفة اللي عادنا كلام بركة. ما زلنا ما نقراو كان بطولة محترفة مية كلام. الفاعل ما زلنا ماريناهوش. جيت لو مجادة على جوارات من حقهم. انتي تعرف الجوار راي عائلات وراه. اه. طوي الوليات المشكلة. اسلام هنا عشتها الحق. اللي. المسؤول اللي يجيه يوعدك ومش نعملك ومش نعطيك ويحلك في الجنة ذراهم بعد اه. ساعة بدرازات متلقى حد شاي. انا نحنا ذاي نحكيه على بطولة وطنية في الجمعيات تلع في الليك اه. ماناش نحكيه وعليك دو وعليك تروه وعليك عشيه ذاي. مش مش نقول لك يمكن المسؤول يلزم لي تحط في بلاستو. يا قد كلمتو. يا مش لازم كما قلت انتي تاوي كمانا. يا بش تدخل وتعطي. وتطمن جواراتك خطر راي مشكلة كبيرة يمكن. طارق يعرف اللي تبدأ تحضر يجيك الجوار يبدأ موش في مخ. على. يجيك عشرة مع الجوار. لا نحكيه لك. مان انتي انتي تعرف جواري تبدأ انتي يعمل عليها. خلي انتي جيك جروب كابل. اللي قاعد نشوفه في اسلام. ارى خاي برش للكورة التونسية. وسليم امو يمكن. الناج منكون الليزار بيتر عطابنا فلاش اللي مش نسلحو بي الكورة التونسية. اه. طارق. اه المستير وكا تقريبا نقبل. كنا ديما نشوفوها الفريق المثالي. معناه. متوازن. اللي ما عندوش مشاكل بيع برشة ملاعبية. باش تفسر اليوم ملاعبية مقاربين مش بيخذين فلوس. بول حاجة اسلام. معناه الاتحاد المونستيري رو مش معناه اول عام هذي في المشاكل المادية. دي جاء خروج معناه المدربين المداولي. كان معناه نحكيه على لاسعة جردة. وغير لاسعة جردة. معناه كان على امور مادية. معناه وباختيار معناه من الهيئة المديرة. باش ينجموا يخرجوا معناه بش يخرج لإطار الفنية ذي. اه مشاكل نحكي على جماعية كانت معناه تمثل تونس معناه في ربيط لابتال. نرقاوها اليوم في مشاكل مادية. وغراف معناه اقبل معناه مقابلة بتاع بوطولة مع شبيبة العمران. هذي بصراحة هو هي الصورة بصفة عامة طواليوم في الرياضة التونسية. اللي هو المال قوام العمال. والمال هذي اليوم. معناه نفقدوه. معناه الحكام ما مفهمش مال. الملاعبية ما فهمش مال. هيئة الكلة التسييرية على خطر امور المادية. مش قاعدين معناه قاعدين معناه نجيب مالي السورس. اذين هي بتاع الفلوس. اه. فريمان والحاجة معناه الى اليوم في الكوره التونسية اه اه معناه بين. وكيف يروني المنشآت وكيف يروني الملاعبية وكيف يروني والغرافات. وكيف يروني كل شي يعنيه دورية هزنا اللي حتى المستوى الفني اليوم زيدا كيف كيف الكورة معناه اسلام معناه هذي كله سيتانتو معناه في الكورة شاء الله يتصلح وباش يتصلح يجب تغيير قوانين كما حكينا ساعة والحاجة نبدل القوانين و طارق سمحني انا نقص عليك شوف هي تغيير الاختيارات الكبرى للجامعة التونسية الكورة القدم والواقع الجامعة التونسية الكورة القدم اختيارات الكبرى هل نحن وتوا في وضعية تسمح لنا بالاحتراف الموجود لا وهل هذا احتراف الساعة لا مراجعة منظومة الاحتراف السفعام انا عندي الفكرة مثلا المراجعة اول حاجة تطبيق القوانين الموجودة صلب القانون الاساسي اللي جامعة تونسية الكورة القدم اللي هي الرقابة المالية شمعتها نعطي 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 فلاشا احنا نرمال ما في تونس اذا كان انت عندك ديفيسيت معين ديفيسيت معين على الموازنة نعمل في الحوايج الكل ونهبطها في قوانين ما هوش موجودة علاش ما هيش موجودة لي كانت في غاية في نفسي عقوب باش انا نتصرف فيك انتي كجامعية كما نحبك هيك الرياضي انا الور تو هي دعوة لاعادة النظر في منظومة الاحتراف في لواقع كورة قدم التونسية علاش لانا لعننا انفرستركتور لعننا اموال لعننا رسورس لعننا حد شي عنا قبل جينا شوية فلوس من التلفزو لكذا متعمل حد شي لكورة قدم التونسية اذا انا مثلا مع مراجعة الاحتراف في السيدو بالدلمي تاسيون بالنمبر دي كونترال نجم ويباش حتى انا نحي العب على المسؤول اللي يحكي عليه كريم المسؤول اذا كان انا ما نعاونوش كهيك الرياضي من خلال قوانين معينة ونحاول نشوف انا البطولة التونسية رأيه ما تحملش ثمانية اجانب مثلا انا مثلا نجم تقولك تجيب حتى عشرين اجنبي لكن اللي جور ديو ما شتلعب لي كان ثلاثة علاش باش نسمح انا باش نجد افانسان ترو الي يقوش ولي درواء الي هوم مش موجودين تاوة مش موجودين علاش مش موجودين موضوع كبير كل لي علاش مش موجودين لانو السماسرة اللي يجيبوا في الجوارات والي يحكموا في الهياك الرياضية ويحاولوا يحكموا في الهياك الرياضية عندهم مجال للتدخل ومجال باش يعيشوا به لكن انا وقت لي نجيب قوانين ونمنع انه لعب خل اذا كان انا الاسبيرانس والاكلب افريكان والا الاتوال والاسي اس اس ما تخرج ليش لي زاتا كون مني باش نجيبهم انا لي زاتا كون هضاما قبل سي عبد رزاق طو فهمت فكرتي مع انت مراجعة منظومة الاحتراف بصفة عامة قبل سي عبد رزاق ولا حتى في دوريات مثلا صارت معنا عربية واحد ما يكون ملاعبي مش نجيب ملاعبي ما برا ما يكون دوة ليساعة مثلا مش نحدد انا هلا قلت نقص حتى فتا عاملوها في تونس هلش من عملوه هاش شنو شنو المعنى معمولة مازلتا مش مطب قريب قولي فا بصش هترافين فيك اليوم جماعيت في تونس اليوم جماعيت في تونس يجيب لك ملاعبي صغير يقول لك رو من اكاديمية اكاديمية من نيجيريا ولا اكاديمية مش نحكي لكم يعني قدار شوف المونديال في الارجنطين في المونديال في الارجنطين او باشتراف السيد علي الكعبي كان يسمع فيه موندريال اواصل في الارجنطين او سيد علي الكعبي كان يسمع فيه والاستاذ انيس المومني كان يسمع فيه والممرن بعثونا جوار نقول بعثونا جوار قالوا رو هدا يخدم في يلعب في الاكاديمية متاع موناكو جينا يلعب وليجم تلعبوه لعبوه يجم تتفرجوا في اللعب هدا ما عطا قولكم نجبكم تلعبوه مهما كان مستويه يلعب في مونكو هدا يلعب في مونكو لا يلعب في ماتشوف السيدة ذو البريزيل يلعب ذو البريزيل وفهمتو الحب بعد كي ثبتنا نلقاهوه يترينا في اكاديمية في احفظة واحي مونكو من با في مونكو ماذا معانتها واحد اللي كيب ناس يونال جينيور في المونديال نلعبوه بتسعة او بسبعة شي مش بيلي هدا لا رجل كان ناقصات وكان كرافات سيرترا صحيح ولا يدي يعمل كنترول بالجداء ويعطي باس شي مش قلت انا يعني كنترول حلو حتى انا نجمتو نعمل كنترول بسبعة ترى كيف او فاتيم لكن شنو بش يقدم في الترانزيسيون ديفونسية وشنو ترانزيسيون افنسي فهم حد شي وعليش لعبتوه وما يكلمش الناس برا يس القدش لعبوه لا 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 وعليش لعبتوه لعبوه مش مش مشكلة عبدالرزيق انتي انتي بعد الركول هذا الكل فهم افكار نجمو نجمو مفيدو بها وانتي مسؤول سابق وانتي كمسؤول مثلا طوى الراك في الجامعة او الحقيقة تنجم تعمل تصريح مثلا على التراجي هكاية ما تقولش من بعض التراجي شنو بش تقول عليا سمحني اسلام حتى كان خاطر اي 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 اتفضل اخولي راحتك وقت لي انا انا متسميك لبوس يقوله اللي حب انا مخل في حقك تماشي انا معك حتى نقلها في التعليقات في اللايف انتعنا على اليوتوب يقولونا جاي بش تبايض التراجي وكلام من نراه هذا كانتو دخل تقرأ التعليقات تراجي جمعية عريقة على عيني وراسي كيف كيف لتوال كيف السي اس اس كيف شيمينو او القيروين جمعيات عريقة تراجي هي القاطرة في السنوات الاخيرة التي تجروا كرة القدمة التونسية جمعيات عريقة كيف التراجي كلب افريكان وعندها ناسها اللي انا الظروف تعدت بها لكن عندما اقول الحق حتى على والدي مش على الاسبيرانس حتى لبي نقول الحق تراجي عمناول فمشكون حاولة الا ان الرابطة الوطنية المحترفة تصدت لهذه المحاولة لانا نحن معناش سلطة تعيين الحكام يا حبيبي في الرابطة احنا نعاقبه وننظمه تبدأ عن سلطة تعيين الحكام عند مختار وبهمزة هيكة صغيرة زعمة زعمة تبوث افيك فتني لكن اراك تمسيت الاسبيرانس ومهما كانت حتى كانت انا ونحب معجمه اخرى لا نحب الاسبيرانس يجبني اعطيها حقا لاني مطالب بذلك قدام العبد وقدام ربي اسبعانه انت كل روبيسته انا سيدي بوزيدن محب سيدي بوزيدن انا هربت بيك اعلم بي يا ربي إيسلام موضوع المتع اتحد الرادي المنستيري كانت توة بالله يا كريم سمحت فقط نحب ويكملي حكاية شي مش فيلي خاطمة كمالية شب padعتك على المستيري خاطمة مهمة جدا الموضوع ماراة الكواتش الى وقت الممرن اللي هو شكو اه منتصر لوحيشي منتصر لوحيشي تحية لخوية منتصر مسكين هيغ ضغوط في انه لعب ويالبيبا ديرنا اه منشكون مال وديع الجري خاتر يقولوا مثلا سليم بنعف مان كان يوفرز يحبب العبيد يجيبهم روما اللي يلعب جوار جوار يجيبه سليم يبعثوا خوف لي اه يا كيكا خوش 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 خوديع واضح بانتي يبعث والله هذا الجوار هذا كسرار دي نرويجي. معنى حتى اخوه دي عن جريه يحكم في تشكلية المنطقة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. نقول هاي كلام هذة يا فاتني. الله غالب اخي اخو المعلم. ما نجمو نقولو حتى شي. به. الجوارات هذة. نهرتها نلعبو ضد البريزيل. فهذا مرعبو بحداش نقسم بالله لالي العظيم. كان نلعبو بتسعى. نلعبو بتسعى. هذة الجوار متاع موناكو. نسيت اسمو. ما نعاشي. تعبونكو يمكن. ما شايم الجبالي ما انتفقش معك برشا. اولمبيك ليون. ما مش غالطين. صحيح صارت له مشكلة. لكنهم صح عقد مع اولمبيك ليون. ما يجمشي كل لعب سيء. نحكي على عام. انا قلت لك الجوار. بالعمر وما فكورة مع الكيب ناسيونال. والله 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 اسلام ما نتجي ست والله اليوم تشك في كل شيء. معناها عنا ملعبية في نحكي على المنتخب الاول. ويلعبو معناه وتقول هذة بالحق يخي متكون معناه في اليو في هذا وهذا متكون في الجمعية الفولانية. في نحكي معناه. كريم كريم فأجوهورات في الكيب ناسيونال. انا مانيش تكنيسيين كيف كنتم. او ملعبش في الهوني و كيف كنتم. الناس مازال تعمل في في الكنترول الستاتيك. في اللي كيف ناس ينال يا لعبوته. وما نحب يعمل كنترول وبعد هزرس وبعد يمشي. يا معلم. زي متكون البرة. حتى متكونين هنا في فرق كبرى. رغم مستوى ما يعلم به كرم يا رو. نرجع كريم سمحني خستعليك. وكلي كانا حبيت نرجع على الاتحاد الراذي المنستيري يمكن ما فاميش وقت. خير من هكا بيش تتلم رجالات خطر الاتحاد الراذي المنستيري يمكن لعوام لاخرة طارق وراتنا برشة كرة. آآ ورات آآ ورات روح جديدة اللي وليت تنافس. فريق ممتاز. من اتم بالرسم فريق ممتاز. معنا الكلمة معنا. قاعد يخارجينا في برشة جوارات. جوارات اللي آآ اللي اللي انترول قيمي ما ما ملقاوش فرصة في الجامعات اخرى يلقاها في اتحاد الراذي المنستيري يوريونا في مدربين ممتازين. آآ يمكن ما نعرش عليه شانا يمكن هذا السؤال اللي كما تقفوش تول جامعيتكم. في وقت الممتاز كما هكا. وقتها بش يقف. فعليه ديما نقبل جامعيتنا والله وقت اللي بش يتيح ووقت اللي بش يصير لها المشاكل. على خاطر كريم الجامعيت هذو ما مرتبتين بالسم برك. ولي صارت ولي صارت ما برشة جامعيته اليوم البلي في القفزة اذية بتاع الاتحاد المنستيري. فما رئيس. احنا يجب نذكره ليه برا البلي. سيد احمد البلي. سيد احمد البلي. اليوم. اه على جامعير لاتحاد المنستيري انا معناه. اذا كعليه. انت راي جامعية اه كانت بش تدخل للي بول شمبيونز ليغ معنا ما مش بسهل. معنا اه صرتو العوام الاخرى معنا لعبت مباريات كبير كبار مع جامعيت كبار. معنا انا كن جي نتساءل هنا. انتي في في الوقت اذا كان انا ما جيش نعاون نتاوت راحات المنستيري كسوة جماهيريا ولا نحكي رجالات النادي اللي ديما الكلمة هذي اللي تتعود برشا في تونس رجالات النادي وبعد دي تشوف ونطلقه حتى واحد. كيف ما صار الاستاد في وقت ما الاوقات. مي يمكن ديما نرجع انا يمكن بالكلام هذي نحب نرجع اللي كما قلت وانتي طارق وقالوا الدكتور الاستاذ اللي يلزم ناس وقايت اذا مش نبدلوا القانون. معنا كما بدلوه اشتوى وقتها بشي تبدل. ونحن بتبعتنا كورتنا مش بتولي مش بالقدير. انتي متلاعز يا عبدالزيق. فما جلسة عامة قبل انتخابات تنقحية القوانين ولا لا. ثم النور مال ما يجب ان تكون. اه ما عندكش معلومة معناتها. لا لا معناتها لا هي كلينا ما تنجمش. فما جلسة عامة انتخابية وثم جلسة عامة اكستراوردينير باش تبدل قانون. خارق العادة. خارق العادة في اطار القانون الاساسي. للي قارة وانا المعلومة اللي عندي يعني. انه الفيفا كما ماهيش ديليميتي صحيح الاختيارات متاع التنقيحات هذه. اما ثم اختيارات كبرى. اترى الفيفا انها لازم تنقيحها. مثلا شروط ترشح. مثلا طريقة اه الانتخاب. اسكو. توا الاختبارات القاعدة الدور. هو هل انه نقوم بالاختبارات على معتها القائمات. اما فرادة. اما ميلانجي. لانه انا مثلا اه انا اعطيك زمبل. كريم يحب خاطر باش يحسم المسلة المرة اللولة. ويجيب عشرة من الناس والبقي كله يحرمون من التواجد ضمن الهياكل الوطنية للجامعة تونسية الكورة القدم. فيعمل اللي يحب. وثمش يقولك نو. انا النجم نجيب دولة رواه في اطار قائمة مضايقة. رئيس ونايب رئيس وامين مال ولا رئيس لجنة انتخابات ينتخبوهم وحدهم. والبقية على الافراد حتى تكون حاجة اتيروجين. ما تكونش حاجة تروزوموجين اللي تخلق المشاكل. نعطيكم مثال. الناس اللي هاربة من الانتخاب على الافراد. عطيهم مثال خرق العادة الحقيقة هوا. تحية لساعة اللاعب. اه منصف وادة. لعب الشبيبة. شبيبة. اكالعام تعاملت انتخابات في القيارة وين? وقالوا نعملوا انتخابات على الافراد باش نختاروا حاجة اتيروجين وبيها يتقدم. اشكون اطلع لول. اطلع منصف وادة لول. هادو شعبية لخطر. هل من المعقول انه منصف وادة يشد رئيس شبيبة القيروان? معقول. لكن خالك انا من الجمش نشد هو. اصلا هو. ايه. خالك انا نجم نشد. اذا في في المشهد الحالي. النجم نعملوا انتخابات آآ آآ فردية. يطلع اكس. مجدون ما بكر الاسماء. ربما من الاسماء. ما ثمه وما اعرفش صح. هيش عملنا وجامليح. تمشي قايمات. انا بالنسبة لي انا شفت آآ آآ لعبة القايمات والانتخابات متعينيش توفي وضع كورتنا. انا اهم جلسة بالنسبة لي. ايلا ايلا. ايلا ايلا بش نعطيك حاجة. انا بالنسبة لي انا اللي يعنيني توفي كورتنا. بالحق. فما النقطة نحب نعرفها. آآ التقرير المالي. وين فلوس الجامعة? وعلاش الجامعة تعاني من ازمة مالية طوى. فالوقت اللي ما بين شهر ولا شهرين. ذي نغز كبير. نحنا بالنسبة لي نحنا التوى السيد كامالي دي المخرش. حتى بش يعطينا لمحة. في حوار صحة في قور خوية والفلوس الجامعة. وقال بش نحلو وديت. اذا ايها ايها اخر حاجة تقالت معناها. انا ان شاء الله. وديما نذكره زيدة فما مشكلة سارت قبل في آآ في عهد وديع الجاري ربي خلص وحلو. ذكر وقتيني كان يحبي بلوكي فلوس بش آآ موارد الجامعة تطلع وكاذا وخرج توفيق لمكاشر حكيه قره وكاذا. بيخل. ان شاء الله تطلع بلوكي في بلاسة وبش تخرج وتفرها دي الجامعة. نحاول نحاول نجاوب بدون معتها مانيش مؤهل للاجابة على ناس اخرين. آآ سي كامال او الحاجة النبات روفي دي تون بحتى لحظة. تواجد ليلة النهار في مشاكل بسيطة. نورمال موراي هيك البسيطة او الموظفين او آآ اعضاء اخرين يعاونوا فيه مثمش. اذي حاجة اللولة. وماش ندافع على مش ندافع عليها كاكة مجانية. ثاني حاجة. تقول لي انتي الفلوس وين مشيت. انت على الجامعة التونسية كورت قدم. الحقيقة الاولة. انو كانت فاما برشة فلوس. الحقيقة الثاني انو ما تعادش تم الفلوس. نعطيك اه مثلا انا من ما يسمى بسوء التصرف المالي. وانتي محايم وتعرف انو ما يسمى بسوء التصرف المالي. ينجم حاجة اخرى. اللي هو فساد المالي. هانا عطيك اه مثلا. انا وقت تجي انتي داخل انتخابات في اخر عهده ليك او في اخر تواجدك في هايك الرياضي. وتجي الفلوس من الففا باش تخلص منها الحكام ويخلصوا منها بعض الموظفين وكذا وكذا وكذا. وتجي انتي ترقي لي ثلاثين موظف. واللي اللي عنده سوابق عدلية تحطه مدير عام. واللي من الجمش يتواجد في الهايك الرياضي هذائي ترده مدير. واللي انو كيوكي والي مدير مدير عام في دي بارتمان معين كان يخلص مليون ولي خلص زملاء. وكتجي انتي تزيدهم الناس الكل. انتر تروسسان دينار ايميل سنكسان دينار. لمية وتسعين موظف. بغاية انه باش يسوطولك يجيبولك تزكيات. شنو هذا شنو تسميه? كمالياته وكماليديه ربا ما يعرفه. هذا وقتين الصاد? هذا بريود اقبل اقبل الصيف بشوي. وقت وصف جلي. بي. واضح. في تار الحملة للانتخابين. في تار الحملة سي كمال ربا ما يعرفش تحواجه دي ربا ما يعرفش كل شي سي كمال. ادخل الفلوس التي كانت موجودة للجامعة تونسية الكورت القدم. انا اؤكد لك مسألتين اثنتين. فما فلوس مشت للجامعيات ديون. حكينا فيها ونعرفه. تقديبا خمساش المليار. لا لا لا. ثمانية عشرين. ثم فيها الخلص ثم فيها المخلصش. مانية عشرين مليون دينار. فيها الخلص وفيها المخلص. اللي ما خلصش خمساش. بي. وال وال ما بين الجامعيات هذية انه ملتزمة باعادة الاموال هذية. جدولة معينة. بي. ثم فلوس اخرى بلوكي. انا الحقيقة اقسم بالله العلي العظيم لنعرف وين. اما ثم فلوس كانت بعلمي اعضاء المكتب الجامعي. ونعودها بعلمي اعضاء المكتب الجامعي. انا الرئيس الجامعة اقترح عليهم البلوكاج دين صام درجان. هذية حتى يتمكن من صرفها على الموظفين في اطار الشهريات. وهي كانت فكرة جيدة الحقيقة. فهمني. اما كيفاش الحقيقة لو ديت اللي تعاملتها وزارة الرياضة ووزارة المالية. هم اعلموا بذلك. والله اعلم. بي. نمشي فاصل قصير وبعض نكمل الجزء الاخير من حصتنا اليوم.